وزير التربية والتعليم يعلن تقليل عدد الأسئلة الموضوعية بامتحانات الثانوية العامة لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة رضا فاروق الأسئلة ستكون محددة واضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختيارات المتعددة بحث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المصحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لاسترجاع كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة وأهم التعليمات حول مواصفات ورقة الامتحانات جاء ذلك بحضورة دكتور رمضان محمد مساعد وزير للتقويم ونظم الامتحان وخالد عبد الحكم نائب رئيس عام امتحان الثانوية عامة ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة التصرب التعليمي وتعليم الكبار وفي مستهل الاجتماع رحب الدكتور رضا حجازي بالحاضرين مشيدا بجهودهم في تطوير التعليم وأكد أن التقويم هو مدخل أساسي لإصلاح التعليم والتحقيق الأهداف التربوية مشيرا إلى أن الهدف الذي تسعى الوزارة إلهي التركيز على الفهم والتحليل والإبداع ومساعدة الطلاب في تطوير مفاهم ومؤهرتهم لارتقاء بنواتج التعليم وشدد وزير التعليم على عدد من الضوابط في إعداد مواصفات الورقة الامتحانية مؤكد أهمية الإبتعاد عن أي توجيهات في وضع الأسئلة ومراعاة المستويات المعرفية المختلفة والمستويات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية لوضع الأسئلة لتكون مقسمة 30% للفهم 40% للتطبيق 30% لحل المشكلات والإبداع كموجه الدكتور رضا حجازي بأن تكون الأسئلة محددة وواضحة ولا تحتمل أكثر من إجابة في أسئلة الاختبارات المتعددة بالإضافة إلى مراعاة عدد الخطوات في الحل وأن تكون بدائل الإجابة القصيرة أكد أيضا على ضرورة أن تقيس الأسئلة المستويات المعرفية مع مراعاة وضوح صياغة الأسئلة وسلامة أسلوبها وخلوهم الأخطاء والتدرك في السهل من السهل إلى الصعب وفي الإطار نفسه أكد الوزير على التزام بأن لا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن 15% من إجمالي عدد الأسئلة موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية الاختيار من متعدد لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة وأشار الوزير إلى أنه يجب أيضا مراعاة تدرج مستويات الأسئلة في جميع النمازج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال وذلك نظر لوجود أسئلة بدرجات وأسئلة بدرجتين ووجه الدكتور رضا حجازي بأن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات واختتم الدكتور رضا حجازي الاجتماع بالتنويح على أن مراجعة نموذج الإجابة ستتم من خلال لجنة مختلفة عن لجنة وضع الأسئلة موجها بالتدريب المعلمين على التصحيح الإلكتروني بالإضافة إلى التدريب السادة رؤساء لجان السير على كيفية مراجعة بيانات الطالب في ورقة الإجابة كما أشار أن تشكيل لجنة مكونة من عشر خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني لامتحان كل مادة للتأكد من التزامه بالمعايير الموضوعة فيما كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدكتور رضا حجازي يعرس على مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بامتحانات صفوف النقل والشهادات الإعدادية والثانوية العامة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وحول توجهات الوزير بتقليل عدد أسئلة الموضوعية الاختيارات من متعدد في ورقة الامتحان للثانوية العامة إشارة متحدثة رسمي إلا أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن مواصفات عدد الأسئلة الخاصة بامتحان كل مادة عقب الانتهاء منها من قبل المركز القومي للامتحان والتقويم التربوي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته